اكد سعادة الدكتور عبداللطيف بالراشد الزيالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين حريصة دائما على احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصون كرامته دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كنهج راسخ في فكر جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم ومساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية لدى مشاركته في اجتماع الجزء رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والخمسين والذي عقد اليوم في مقرر الأمم المتحدة في جينيف وأشار الزياني في كلمته إلى أن مملكة البحرين أوفت بالتزامتها وبتعهداتها الحقوقية الدولية من خلال مناقشتها بشفافية وفعالية للتقرير الوطني الرابع ضمن ألية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي وتقريرها الجامع أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في شهر ذاتي والتقرير الرابع الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة السيداو في الرابع عشر من فبراير الماضي وغيرها من التقارير وأعرب عن تطلع مملكة البحرين تقديم التقرير الثاني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في يونيو المقبل ونوها سعادة وزير الخارجية بأن مملكة البحرين تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز حقوق الإنسان في الأمن والعدالة والتنمية المستدامة من خلال تطوير التشريعات وأليات وخدمات التقاضي في ظل سيادة القانون ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ودعم تقدم المرأة وتمكين الشباب وتعزيز حقوق الطفل والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة وحماية حقوق العمال ومكافحة الإتجار بالأشخاص واستدامة جودة الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والتحول الرقمي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية وترسيخ قيم المواطنة والترابط المجتمعي والأسري واعتماد الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما في ذلك الخطة الوطنية لحقوق الإنسان اشتركوا في القناة